تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدى الساعة موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية وقد تواصلت السفارة المصرية في ترابلوس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين وكذا استقبل القطع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفرار عنهم في ظل الأولوية الخصوى التي تليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج